اي انفلوانسر او اي تيكتوكر او اي بلوجر او اي حد عايز يعمل فيديو كونتنت على السوشيال ميديا ببقى عايز دايما اضاءة اخر اضاءة الفيديو بتاعه هيبقى عامل كده فلازم اضاءة عشان الفيديو يبقى عامل كده طبعا الاضاءة دي انا مش بقى استخدمها كريم لايت بس ولكن من اهم الاضاءات اللي متهم الناس اللي بتعمل حاجات دي خصوصا المبترقين والناس اللي اسسوا الناس صغيروا بتعمل كونتنت ميبقوش عايزين اضاءات وحاجات في الحوارات وازرق واصفروا بتاعه والكلام دا كله اتين حاجة يحطوها ينوروا يعملوا الكونتنت ينزلوه يجو بايرل من اهم الحاجات الاساسية في الموضوع ده هو ريندلايت طبعا طوبة بقى للميكوب اوارترست اللي بتعمل الكونتنت المهم من اي حد ينزل محتوى على السوشيال طبعا مش ده مصدر الاضاء الوحيد في حاجات زي والاكتاز والحاجات دي كلها بس هنتكلم عليها بعدين في حلقة تانية عن انواع الاضاءة نهاردة انا جاي اكلمكم عن ريندلايت انا جبته ارخص ريندلايت انا اشتريته اشتريته اونلاين يلا نشوفه كويس ولا لا ريندلايت ده طبعا لا ماركة ولا حاجة وصيني ميد ان شاينة عدي جدا اشتريته اونلاين واشتريته ار جيلي انا اعملنا مراجعة بكده على ريندلايت كنت اشتريته من شركة جنرال ده ارخص ريندلايت ممكن تشوفه من عملته الايضة لكن ده بقى رخيس اوي لان اشتريته حامل 124 جنيه بالتليبري والكلام ده حتى تقريبا واقف على 150 جنيه ممكن انت اجيبه في محل جنبك تجيبه ارخص من كده غير الحامل بتاعه طبعا الارجي بي يعني ريد درين بلو يعني هو بينور الوان مختلفة مش مجرم باسورد وكود ان هو الابيض والاصفر كدر بتاعه تقريبا 26 يعني على حسب ما هو موجود هو ام جي 26 اعتقده 26 اعتقده 26 اعتقده وقال له ده كدر 23 تاني مكتوب ورا بقى ايه الالواع بتاعته النور بتاعه صفته مبقاش خارش على الوش والكلام ده كله فعن شوفه هو ده قريب لايب بصوا اهو فايع جدا طبعا عجب فايعه خفيفة جدا 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 اي زراير ولا فيه اي حاجة خالص ده قبص كده ممكن تسويه كده عادي بس فيه هنا زي حاجة كده عشان تركب فيها الحامل بتاع الموبايل اللي جاي معي هو جاي معا زي عصايا للخط في الموبايل وزي جزء ايضاني كده ممكن تبقى تركبها لو عايز تركب حاجات دي لها او تركب ده يعني على حامل وكده بقى يبقى ساكد على حامل قديره في حوال يو اس بي ممكن تشغله ببار بنك ممكن تشغله باي لاب توب او كده ممكن تكون حاجة حلوة وشة انا شايفني ايا حاجة مش حلوة لان هو المتعرف عليه ان احطه جنب الكهرباء يعني ممكن تحطيه لقبشة يو اس بي جنبه لكن الاساسي بتاعه الكهرباء لكن في كل حوال معايا لاب توب عايز احطه كده مثلا وابتدي ان انا اصور الفيديو فا يضوبك احط سلك بتاعه في اللاب توب وابتدي او ان انا ممكن احطه باي يو اس بي موجودة بقى في دلوقات يا ميكين كتيرا وده في اي يو اس بي على طول في الحيطة ارجي بي ده بقى يعني المفروض معايا ريموت عشان اقدر تحكي في الاموار الاموار بتاعته ارجي بي فمعروض شموت الريموت هو بلت اين في السلك السلك تقريبا متر ونص مترين لربع تقريبا السلك بتاعه دا كنت يجي هنا الريموت بتاعه وهنا في العلامة بتاع اللي يقلل الضوء والعلامة اللي بتاع التزاوض الضوء والارجي بي لالي هو هغيرلك باب لالوان اوكي تعالوا مجرب احطوه في اسبين جت ادابتر كده وحطوه في الادابتر بتاعتها انا كده حطوه في كارابة وليسه مش شغل طبعا فوقع بقى ايه عن مجرب من الريموت دي هور اسلا كده بس مش عاكو طلع بقى الكهرباء نجل الله. واحد اين اوه. دا لون ابيض مزرق اسمنا يا. بصوا. هانفطل مختلف جيدا. شو شايدا. هي كده لون ابيض مزرق تشعر بالالوان. او لا ما عدي الضوء ماضي. كده احنا بنواطي الضوء كده واتي خالص. بقده الضوء واطي. كده احنا بنواطي الضوء calus كده هنعليه. شوف باع يالو الضوء كده نعم نقلب الالوان كده شوية. ها كده ابيض خالص. كده ابيض مخدر هو فيه تحس فيه ابيض في الانوان بس هو لون اخضر يعني انتمش تشوفوه ولكن هو لون لون اخضر ده كده لون احمر تاني ده بين اوي يعني ده كده ده بين اوي احمر اخضر ازرق ده نفسي ازرق خالص ازرق يعني لون احمر تاني اخضر يقل بقى كده وكده اللي هو اللي بيقلب ما بين الانوار كده هتساقي فيه نور كده يدعدي ما بين الاثنين برطقاني بيبتل يتحول للاصفر كده هنا فيه نور بيطبع ده حاجات والله يا جميلة يعني هو شكله حل بس يعني مش حاسه تروفيشنال اوي يعني طب الحاجات ده ينفع تعالي لبضغطة اه اين تعالي لبضغطة احاوصه طيب ماشي هو تمام مجهوش مشاهده زي ما نجربه كل واحد وعزين نشوف قوته والاضاءة عامل ازاي تعال نشوف اضاءة ازاي لدينا شاهدين حاجة بس فلنا النور علشان خاطر ان نباين النور دا تعالوا كده نجربهم تشعر هنه ازرق وباين اوين دا ازرق اهو بعين اوين دا ازرق بس تعالوا نعلي الاضاءة تم الله كده المعي بدا وإنكتة هوا صغيرة نواني المنازرة بتاعه مش قبرا حاجة اهو دا كده اوريض برضو ده الاخضر هلازم تبقى تبقى رايد منه قوي ده الاحمر ايه الاحمر ممكن يبقى باك لايت مسلا ولا حاجة ده الاخضر كويس الاخضر تمام اخضر اشتر بس هل بقى الاخضر ده يعني هستابه الاخضر فيه والازرق حلو بارده الازرق بينور بس مش منور وش معيش نفسه بصه احبطه هنا على الكاميرا مش منور لحاجة ده نفسي ازرق تاني احمر كده بيقلب بقى ما بين الالوان ده كده انا معالي اعرفتها الاخر اتعلم اقلل الاضاعة او اقللنا بقى الاضاعة تبقى حاجة صعبة جدا دي اللي اللي انبتعلم انا مجدع بقى نور ونبتيني قايم في المنتج اللي معالك بالنسبة لي تقيم المنتج ده تجيبه لو انت عايز تجيب حاجة دي كور في الخلفية انا مسلا معالي بحطه هنا مسلا انت الخلفية نور وراي بس برده حتى هو يعني انا عشان الاضاعة بتاعتي كوي شوية في الكيالي انا برضو مع الاضاعة بتاعتي مش هيبقى هو يعني مش هيبقى هو اللي جامد ولكن ممكن مع اضاعة تانية يزبط يعني انت انت هيتمد عليه كمصدر اساسي للنور حتى لو عليته على الاخر ده مش مصدر اساسي للنور خالص انت ده رشد تكتبه معاك او بتاخدي معاك كميكوب ارتست بقى او كحد خارج او يا سيدي في البيت عندك في القودة لو ضلنت القودة كلها وقلعت ده بس ده كده انا احطه بزاوية خمسة اربعين فما فيش خالص انا انجروا حاجة تانية محين ساعدك خلي بالك ده الابير ده كمه مفروض هبص لديه يبقى فين كوبها تحطه ورا مش هيبقى خلص بص لازم مفيش مفيش خلص ده اكدها عشان تبقى لانت تتكلم عمزة زي كياني او في المراب مسلا او بقول حاجة المنتج ده في الاخر قاكمة ومقابل سعر حرامي يعني ايه برضو ملاترتين يدية دي فلوس انت ممكن تزود عليها شوية تصبره شوية صغيرة شوية صغيرة وتجيب لك يا عمي صوفت بوكس مع واحد صاحبك تقول لك كليم لايت لوحدك لا هيبقى احسن بكتير بالنسبالي انا هيبقى احسن بكتير من حاجة زي كده ما معهوش استاند فانت تتطر مثلا تعلقه على دولاب تعلقه على حاجة زي ما قلت لكم هيبقى ديكور لكن انت بتعتمد عليه كمصدر اساسي من الاضاقة او حتى كمصدر سناوي الاضاقة زي ما انتو شفتو لا ما يعتمدش عليه خاص لا تقيمي نهاية المنتج لو حابين تشوفه الجازة دي تاني تنساش تعمل لايك عشان تساعد على نشر حلقة وعمل سبسكرايب عشان نشوف الحلقات اللي فاتت وان شاء الله تشوف الحلقات اللي جاية دلعادة مشكورة كنت فاقتها الحلق الاخر شكرا سلام عليكم ما شاء الله ترجمة نانسي قنقر